السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم راح نشارك معكم خبس فرنسي حجم صغير طريقة سهلة ومقادير بسيطة ومتواجدة في اي منزل اذا عجبكم ديلوا لايك واشتركوا في القناة واذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد واذا حبيتوا تعرفوا كيفاش وجدتوا ماهلكم الا تتبعوا الفيديو حتى النهاية والان راح ندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير في هذه الكوب رنيديرا 40 غرام من الماء او ربع كوب قياس ما يعادل 5 ملاعق كبيرة وزدت لهم 60 غرام من الحليب ما يعادل ربع كوب قياس وثمن كوب واذا حبيتوا بالملاعق ثمان ملاعق كبيرة وزدت لهم زج غرامات من الخاميرة ما يعادل ملعقة صغيرة مملوئة جيدا وزدت لهم 8 غرام من السكر ما يعادل نصف ملعقة كبيرة في غيسي بيو نحن ندير المقادير الجافة عدنا 150 غرام فارينة ونقدر نروح حتى 180 غرام فارينة ما يعادل كوب قياس وربع وهنا كمية الفارينة بدأوا ب150 غرام وشوفوا مباد نوريكم قوام الهاجين لانه كاين الفارينة لتشرب السوائل وكاين لم تشربش السوائل بسهولة عندي زج غرام من الملح ما يعادل ملعقة صغيرة انا رح ندير حفرة في الوسط ورح نفرغ المقادير السائلة انا كنت بديت ب150 غرام من الفارينة لكن هذه الفارينة متشربش كثيرا السوائل لهذا جتني العجينة شوية طارية فاضطرت اني نضيف لها حوالي 20 غرام اخرى من الفارينة يعني هنا انتم ابدوا ب150 غرام وشوفوا قوام العجين هذه العجينة متماسكة لكنها طارية في نفس الوقت انا رح نحطها فوق سطح العمل ورح نحاول اندكوها حوالي واحد دقيقة هنا مرحش نتلكوها بثاف حوالي واحد دقيقة فقط ولمنكنو في منتصف عملية الدلك رح نضيفو حوالي 12 غرام من الزبدة ما يعادل ملعقة كبيرة في درجة حرارة الغرفة رح نحاول اندخلوا هذه الزبدة في العجين وكمية الزبدة هذي رح تمدنا طراوة للعجين ورح تمد ذوق جميل جدا لهذا الخبز يعني هذا الخبز يجي طريجين في الشش هو صغير الحجم يصلح للصندويشات تقدروا ترافقوا به الحساء ولا الشربات في شهر رمضان يقدر يجيلوا مجاة للاطفال في المدرسة لانه شكله سغير ومناسب هنا بعد من انتهيت من دلك العجين رح نديرو في غي سيبيون رح نديرو بابي فيلم ونحاول نخليه يتخمر حوالي 35 دقيقة وهنا مدة التخمير تقدر تكون قل تقدر تكون اكتر على حسب درجة حرارة المطبخ هنا بعد مجلس لي 35 دقيقة رح نحكم هذيك العجين رح نبسطه قليلا فقط ورح نقسم كمية العجين الى ثمن قطع متساوية يعني هنا حوالي 150 غرام من الفارينا الى 180 غرام من الفارينا رح ندير لكم 8 خبزات صغيرة هنا رح نحاول نبسط هذا المثلث ورح نثني كل الجوانب الى وسط المثلث حتى نتحصله على كورة صغيرة رح نعودو نشكله خبزة اخرى رح نبسطه العجين مليح مليح بالاصابع فقط نثنيو كامل الاطراف الى الوسط ونقلبو هذيك العجينة ونحاولو نتحصله على الشكل الدائري نكي ما رح نشوفو في الصورة تماما رح نعودو حبه اخرى باش تكون العملية واضحة يقدروا تديرو هذي الحركة كذلك باش تتحصلوا على الشكل الدائري رح نشوفو خبزة اخرى نحن الصورة رح نقلبوها قليلا نفس العملية رح نديرها مع كامل المثلثات ورح نتحصلوها لثمن كريات صغيرة نحن رح ندير فوطة مطبخ ورح نخليهم يتخمروا ربع ساعة ولما تجوز هذيك الربع ساعة او 15 دقيقة رح نعاود نشكل هذي الخبزات مرة ثانية عندي صينية مطبخ درت لها ورق الزبدة رح نحطها جانبا ورح نبدأ في اعادة تشكيل الكريات ورح نديرو نفس العملية بالاصابع فقط رح نكسلو هذيك الكورية ورح نحاولو نذنو كامل الاطراف الى الوسط نقلبوها ونحاولو نتحصلوها على الشكل الدائري والغرض من اعادة تشكيل هذي الخبز بعد تخميره هو الحصول على خبز طاري جدا انا رح نكمل كامل الكوريات بنفس الطريقة رح نغطيهم ورح نخليهم يتخمروا حوالي واحد ساعة ومدة التخمير تقدر تكون اكتر حوالي ساعة ونصف تقدر تكون اقل على حسب درجة حرارة المطبخ المهم في هذه المرحلة هذي الكوريات لازم يتضاعف الحجم التاهم حوالي مرتين بعد مجازة هذيك الساعة رح نشوفو شكل الخبز مع بعض يهمليك الكوريات نضاعف للحجم ديالهم هنوش ندير بواسطة الصفاية يعني رح ندير القليل فقط من الفارينة يعني هنا متبالغوش في كمية الطحين مجرد رشة بسيطة رح نجيبو شفرة حلاقة ورح نحاولو نديرو تقطيع في الخبز من الفوق فقط يعني في السطح فقط هنا متبالغوش ودخلو هذيك شفرة الحلاقة حتى الداخل لانه ممكن تخرجو كامل هذيك الخمور دع الخبز هذي الحركة رح تمت شكل جميل للخبز انا في هذيك الفوتحة درت حوالي اثنين غرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة يعني رح تزدلو في الطعم ورح تمدلو اللون كذلك رح ندخلو هذي الخبز الى فرن حراراتهم متين وثلاثين درجة حوالي عشر دقائق نحاولو من الفوق ورح يكون جاهز كل المقادر هنخليهم بالغرامات واكواب القياس والملاهق في صندوق الوصف هذه نهاية الوصفة اذا عجبكم هذي الخبز ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الاصدقاء وفي الاخير ما تقالي الا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته